في البداية دكتور نتحدث عن حساسية الصدر وكلمة حساسية يعني مأخوذة من التحسس في البداية يعني حدثني عن معدلات الحساسية هنا في مصر ومسبباتها المختلفة بسم الله الرحمن الرحيم برحب بك الدكتور السيد والسادة المشاهدين الكرام شكرا ودعني أبدأ حديثي معكم على السادة المشاهدين هنتكلم عن مرض من الأمراض الأكثر شيوعا في العالم وفي جمهورية مصر العربية وقبل أن أتحدث عن معدلات الانتشار والمسببات لهذا المرض دعني أقول أننا يخص هذا الوضع أو الشأن أن أتحدث أولا عن الجهاز التنفسي الذي له علاقة أصيلة ووطيدة بهذا المرض الجهاز التنفسي أحد الأجهزة الموجودة داخل أجسامنا ودايما إحنا بنتنفس أناء الليل وأطراف النهار دون أن نشعر بأي صعوبة في التنفس إلى هذا الحد إذا كان الشخص يتنفس بهذه الانسيابية الواضحة فدعني أقول لك أن جهاز التنفس الخاص به جهاز صحيح وسليم وغير مريض إذا بدأ الإنسان في أنه يحس بدخول وخروج الهوى الذي يستنشقه فدعني أقول أنه بدأت تدخل إلى هذا الجهاز العوامل المرضية يحس به أو يتألم منه يعني إذا بدأ الإنسان يشعر بدخول النفس وخروج النفس فإلى الآن إحنا قدام مشكلة مرضية من الأمراض زي ما قلت لحضرتك والسادة المشاهدين في بداية الحلقة الأكثر شيوعاً لها مرض حساسية الصدر مرض حساسية الصدر من الأمراض التي تصيب الكبار والصغار والرجال والنساء والأطفال ونسب حدوث هذا المرض في مصر وفي العالم تتراوح من 10% إلى 17% إذا قيس هذا المعدل في مصر فإحنا بنقول أن لو 10% من سكان مصر مصابين بالحساسية يعني حوالي 9 مليون مصري مصاب بمرض حساسية الصدر رقم كبير رقم الكرامنا توقف عنده لكن معنا متصلة كريمة من الأسكندرية والستوز عيدة الفضالية فانو السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام عليكم لو سمحت يا دكتور أنا عندي سدرة أوية سدرة أوية وبقب البخاخة والبخاخة أكيد في القرطيزون وبعدين أنا عندي الزهاب كابت اللي هو غير السيد لما أحس أن أنا محتاجة أن أأخذ البخاخة بعد ما أأخذ بالبخاخة إن شاء الله مرة أحس أن أتعبان أخاذ لذلك أتحس أن أنا حيغم علي ألا عشان هي فيها كرطيزون وأنا كنت بتعبان ألا إيه أنا متصلة بابت بس شكرا جزيلا شكرا جزيلا أستاذ عيدا أرد على السادة المشاهدة بس دعني أقول لك يا دكتور السادة والسادة المجاهدين زي ما أنت قلت إن نسبة الحدوث ديت 10% نسبة كبيرة تمام وإذا علمت أصلا إن في الأطفال حوالي 13% فهي نسبة أكبر نعم وبالتالي إحنا عدد لكن عادة دكتور عادل عندما نتحدث عن دول قد تنتشر فيها أو مناطق قد تكون المناطق الصناعية أو المدنية الحديثة بمعنى أن الدول المتقدمة قد تزاد فيها الحساسية لكن الدول الفقرة أيضا ليست بمعزل ليس لها برضو ليس لها معزل زي ما أنت قلت سيادتك عن الدخول في هذا المرض لأن ده المسببات برضو اللي بتؤدي إلى حدوث هذا المرض تمام خلينا أقول لك يا دكتور السادة إحنا بالنسبة لنا هذه النسب طبعا زي ما قلت إنت حضرتك إنها رقم يعتبر كبير طبعا إذا قيس بنسب الإصابة في بعض الأمراض الأخرى نعم فنجد إن مرض حساسية الصدر يشغل حيز كبير من الأمراض الصدرية قبل ما أتطرق إلى المسببات لهذا المرض يعني السادة القادلة التي تحدث عن السادة الرئوية نعم 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 بماذا تنصحها وماذا نقول لها نعم نعم قبل ما ننقش فيه مسببات مرض الحساسية يعني أحب إن أنا أجاوب على الأخت المشاهدة وأدعو لها بالشفاء ولكل المرضى مرض السادة الرئوية من ضمن الأمراض اللي هي دايما برضو شائعة حاليا عندنا في مصر نعم وهذا المرض من ضمن مسبباته في المقام الأول التدخين تمام ودعني أقول إذا كان هذا هو السبب الأساسي والرئيسي فيه فقد يكون التدخين السلبي عند بعض الناس دون التدخين الإيجابي هو اللي بيدخل المريض في هذا المرض وأعتقد إن السيدة المتصلة طبعا ملاصقة لتدخين سلبي وبعض العوامل الأخرى اللي أدى بها إلى حدوث مرض السادة الرئوية طبعا إنت عارف يا دكتور سيدة إن الكورتزون النهاردة أصبح عامل مشترك وقاسي مشترك أعظم لا ساحر على الجلس التحديدا في علاج والزبط كده في العلاج فإحنا بنقول إن البخاخات اللي هي بيه تستخدم علشان تبدأ توسع الشعب الهوائية اللي بيحدث فيها الضيق اللي بتشكو منه هذه المتصلة بيكون جزء أساسي زي ما قلنا في العلاج الكورتزون أنا أعتقد إن طبعا بالنسبة لها الكورتزون لما بيستخدم مش هيؤدي إلى حدوث الإجهاد والإعياء اللي هي بتشكو منه فأنا أنصحها بمراجعة استشار الأمراض الصدرية اللي هي بتابع معاها علشان بعد كده يبدأ يعمل بعض الأبحاث وبعض التحليم لكن لا علاقة بينها لا علاقة بينها بالضبط بالضبط كده نعم 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 مسببات الحساسية كثيرة ومختلفة لكن حدثني عن الأسباب التي قد تتواجد في البيئة والأسباب التي قد تتواجد بفعل الإنسان الملاصحة هو عادة شاء برضو إحنا نخفف على السادة المشاهدين فإحنا بنجمع أسباب حساسية الصدر في ثلاث مجموعات المجموعة الأولى اللي هي المجموعة اللي سببها العوامل الوراثية ودعني أقول لحضرتك والسادة المشاهدين ليس معنى هذا أن كل طفل هيولد لأب أو لأم مصابين بمرض الحساسية هيحصل له نفس هذا المرض ولكن نسبة كبيرة بتكون من ضمن أسبابها الواضحة جدا عندنا اللي هي العوامل الوراثية خاصة إذا كان أحد الأبوين بيشكو من هذا المرض دي المجموعة الأولى المجموعة الثانية يأتي على رأسها التدخين والتدخين كما تعلم سيدك الدكتور السيد والسادة المشاهدين أنه أصبح النهاردة يعني لابد أن إحنا ندق نقوص الخطر عند عادة التدخين هذه العادة المرزولة اللي بدأت تنتشف كمان بين الإناس وبين الشباب وبين الأطفال تمام دكتور قلت مشكورا بأن معدلات انتشار حساسية الصدر لدى الأطفال تصل إلى 13% لكن السؤال الذي قد يتوذر للزهن فيما يخص السيدات الفضليات أو أولياء الأمور إذا كان ابني لديه حساسية في الصدر فهل ستبقى معه مدى الحياة أم أنها قد تتوقف عند مرحلة سنية ما وكيف يمكن المساعدة في توقف تلك الحساسية؟ بالضبط كده أولا زي ما احنا قلنا دكتور سيد أن نسبة الإصابة في الأطفال نسبة عالية طبعا وانت حضرتك طبعا سألت سؤال هذا السؤال يعني بنسأل فيه داخل العيادات زي ما قلت حضرتك كده مع كل طفل بيخش العيادة نعم أول سؤال بتسأله الأم هل حساسية الصدر مزمنة؟ تمام السؤال الثاني هل الطفل لما بيبدأ يكبر وسنه بيزيد ونموه بيزيد هل الحساسية بتقدر تقل بعد كده أو ما شابه ذلك؟ فدعني أقول لحضرتك أن طبعا مرض الحساسية زي ما قلنا من الأمراض الشائعة جدا ولكن سهل السيطرة عليه إذا قمنا بمعرفة الأسباب واتقاء هذه الأسباب تمام مرض حساسية الصدر في الأطفال زي ما أنت عارف أنه دايما بنحس الأم في بداية ولادة الطفل على الرضاعة الطبيعية الرضاعة الطبيعية بتقلل من نسب الإصابة بمرض حساسية الصدر لدى الأطفال وحديثي الولادة هذا الكلام برضو نمكن أن نبدأ أن ننبه الأم إلى أن غرفة الطفل لابد أن يكون لها وضع معين تمام بمعنى أن غرف الأطفال لابد ألا تفرش بالمكت مثلا المفروض ما فيش مكت داخل غرف الأطفال لأن المكت بيحوي حشرات دقيقة بيبدأ الطفل يستنشقها مع الهوى اللي هو بيستنشقها تمام الحيوانات داخل غرف الأطفال بعض الأمهات تضع طبعا بعض الحيوانات داخل غرف الأطفال وده من الأشياء برضو اللي هي بتؤدي إلى نسبة حدوث لحساسية الصدر عالية جدا طول ما الطفل ملاصق لهذا الحيوان المفروشات بتاعة أسرة الأطفال والمخدات بالذات والملايات كل هذا الكلام لابد أن يغير يوميا ويعرض طبعا لأشعة الشمس حيث أن فيه طبعا في الفراج حشرة اللي هي حشرة العتة هذه الحشرة بتستنشق في الهواء اللي بيستنشقه الطفل كل هذه الأشياء لابد أن تبعدها الأم عن الطفل حتى يبدأ الطفل في بناء طبعا جهازه المناعي وبالتالي بتبدأ النوبات المتكررة بتاعة حساسيات الصدر بتقل كلما ابتعدنا عن هذه الأشياء مشاهدنا كرام الأستاذ الدكتور عادل محمد علي السشاري لأمراض الصدرية تحدث عن أسباب كثيرة ويمكن تلافيها أو تلافي معظمها فيما يخص البعض عن الحيوانات المنزلية فيما يخص الأطفال والبعض عن المفروشات التي قد تتواجد فيها حشرات تسبب حساسية الأطفال لكن في كثير من الحيان قد يكون أحد أولياء الأمور الأب أو الأم أو الاثنين مدخن وعندما تسأله عن علاقة التدخين بالطفل يقول لك بأنه يدخن خارج المنزل أو يدخن في البلقونة أو الشام من هذا القبيل ولكن الواقع بأن هناك رد من ضيفي الأستاذ الدكتور عادل في على هذه الجزئية ولكن بعد هذا الفاصل الدكتور قبل الفاصل كنا نتناول الحديث عن علاقة التدخين بحساسية الأطفال التدخين أحد الوالدين أو أي من كان متواجدا في حيز الأسرة وعندما تسأله يقول بأنه يدخن بعيدا عن الأطفال في البلقون أو خارج المنزل ما هو الردد؟ يعني خلينا أقول لك فكتور ساد والسادة المشاهدين أن التدخين السلبي أشد ضرر من التدخين الإيجابي والتدخين السلبي لا يقول التدخين الإيجابي يعني التدخين مباشر نعم وخلينا أقول لك أن برضو يعني دايما الأطفال اللي هم يولدوا لأمهات مدخنات أو لأباء مدخنين دول بيبقوا أكثر عرضة للإصابة بمرض حساسية الصدر نعم ويصابوا بنوبات متكررة من حساسية الصدر جراء استنشاق الدخان اللي بيخرج من التدخين سواء من الأب أو من الأم ومقولة أن أنا بدخن بعيدا عن الطفل أو أن أنا بدخن في البلكون أو ما شابه ذلك هذه المقولة غير صحيحة لأن الدخان بيرتد مرة أخرى للغرف وبيبدأ الطفل يستنشقه وبتبدأ طبعا الملابس اللي هو بالنسبة للمدخن والمدخنة بيبقى فيها طبعا جزء من هذا الدخان بيعلق بيها وبالتالي لما بيحتاج احتكاك مباشر مع الطفل بيبدأ الطفل يستنشق هذا الدخان ويدخله طبعا في نوبات متكررة من حساسية الصدر فمن هذا المكان ومن هذا البرنامج أنا بدعو كل أم وكل أب مدخن أن هما يقلعوا عن التدخين رحمة بأنفسهم ورحمة بأطفالهم اللي هما ملهمش زنب في أن هما يصابوا بتلك النوبات المتكررة التي تعكر عليهم صوف الخير